أستاذ أمل من القليوبية ألسان عليكم أستاذ ألمل أستفضلي عليكم سعراتكم حضرتك أنا بعز حديثتك جدا على الراس بس أنا دلوقتي وعلى مشكلة كبيرة أتفضلي حضرتك أنا تتجوزة بقلي خمس أستاذ أمل أنا بس عندي عندي إشكال أن التلفون ممكن تتحركي إلى مكان التلفون ما بيقطعش فيه شوي حاضر بقول لي حضرتك أنا دلوقتي تتجوزة بقلي خمس شهور خمس شهور بس تمام أو عندي دلوقتي أنا دلوقتي عندي 22 سنة تمام دلوقتي فيه مشكلة جندة ومش أول مرة أغضب يعني أنا دلوقتي رباني عند أهلي ودي مش أول مرة يعني كتأول غضب لصب أن هو بيدي يدها علي وبيغلص والدتي وأنا والديك متوفق relevante نعم تاني مرة دي نعم أيها تاني مرة تاني مرة اللي أنا غضبها دي دلوقتي بسبب والدت والدت عايزة تتدخل في حياتي يعني مثلا عايزيني وأنا خارجة اقول لها انا خارجة انا دخلة انا مش عارفة ايه هو منه اللي هو بيسمع كلام مامته في كل حاجة. ام. يعني لو مامته قالت له اطلع مثلا مشيها فعلا بيطلع يمشيني. وانا المشكلة ان انا بعتبر والدته زي والدتي مش مؤثرة معه في حاجة. سنه كم هو? هو عنده وارباء واشرين سنة. ام. طيب. ومشكلته ان هو بيشرب. بيشرب اه بيشرب مخدرات بيشرب حشيش. بيشرب مخدر الحشيش. لا هو اخره حشيش. حشيش بس ان كان في اي حاجة سنة. مخدر الحشيش ايه وبعدين. ايه انا. بس فحاولت بطل هولو كتير يقول لي لا ده كفاريشي انا مش باشرب منه كتير. لا مفيش الكلام ده. هو انت كنت عارفة ده قبل الجواز? لا. انا اتصدمت اصلا يعني بعد الجواز. هو بيشربوا من زمان. تلع امن هو صغره هو متعود على الكلام ده اصلا. مامتو عارفة. مامتو عارفة بيقول لك انا مش بخاف من حد ده. دلوقتي ناشي وارا امبارح بكلم والده. بقول له حصل واحد اتنين تراتة بقول لي انا اللي ايه يغضبك ويبعث لك هدومك. طيب سبيني بقى سبيني اه يعني سبيني اقول لحضرتك الحل ايه. هو طبعا المشكلة دي مشكلة ابعادها صعبة. انا طبعا لما بقول لها اقولك الحل ايه. هقول لها شيء تعملوا. لكن هو مش هيكون الحل. الحل ان هما الاتنين يجونا على مركز الإشاد الزواجي ونتكلم مع بعض. لان فيه جزء من الحل يتعلق بالزوج. جزء من حل يتعلق بالأستاذة امل. اللي حصل ببساطة خالص ده نموذج. ده نموذج اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة. ان الاب والام مازالوا بيعملوا ايه. بيحاولوا يعالجوا تقصرهم في تربية الولد. بان هما يحموا من اللو. ويطلقوا له العنان ليعيش حياة في الاقل ما يقال عنها حياة غير متزن. مفيش انسان بيعتمد على على مخدر الا وهو في حالة عدم التزان والطراب في الشخصية. واذا كان هو بيعتمد على المتخدر من زمان فهو ادمن. مفيش حياة اسمها ان مخدر حاشيش مفوش ادمان. مخدر حاشيش فيه ادمان يقينا. وخلاص انتهينا ده مستقر. وخلاص تم تم اصبح خلاص حقيقة في العلم. فاللي حاصل ببساطة خالص. وعلى فاكرة كل القوانين اللي حصلت دي عشان مخدر احنا بنتكلم عنه ده. لانه مخدر في غاية السوء وفي غاية الخطورة على الناس. فمحدش يقول بلا الا تفريح ولا يقول ده مخدر وده ما بيوصلش الادمن ده كله اكاذيب. ودي اسمها انا بسميها خرافات مخدر الحاشيش. في خرافات كده متعلقة بهذا المخدر منها ده. واحنا لما بديجي نتكلم مع صندوق مكافحة الادمن بنقول الكلام ده والكلام ده خلاص مستقر. فاول حاجة انا شايف ان اول حاجة لازم تتكلمي فيها تتكلمي على مسألة ان هو يترك المخدر. لان اعتماده على المخدر ده هو اللي بيخليه مزاجه غير معتدر. هو مش واخد باله. هو مش واخد باله. وهو في مرحلة الانكار اللي هو الديناير. هو بينكر ان المخدر مؤثر عنده وانه المخدر تحت السيطرة. هو تحت السيطرة. ففكرة المخدر دي لانه هو كل ما الضغوط بتزيد عليه بيشرب من المخدر وعشان كده المخدر ده أول حاجة لازم نتكلم في إن هو يسيبه أنت بتقولي إيه أنا ما كنتش أنصحك خالص أن أنت تسيب البيت وخالصتها في الفترة القريبة ديت في فترة الأولى من الزواج ما بننصحش حتى في فترة الأولى من الجواز أنه هو يسيب البيت لأن سيبان البيت بيعلي المسألة من أنها مشكلة تتحول إلى أزمة يبقى سيبان المرأة لبيتها يؤزم المسألة لكن طبعا لو كنت أنت تعرضت الخطر أنت بتقولي أن أنت حصل ضرب لو كنت خايفة على حياتك ده بيبقى ليه تعامل تاني لكن إذا كان هو ضربك ضرب الحقيقة ضرب بيخليك تحس أن أنت خايفة على حياتك آه بيبقى ده مبرر أنا ليه بقول كل كل التفاصيل دي لأن في سنة أولى جواز وخاصة بعد خمس تشهر المسألة ما تبقى مختلط فيها أنه هو مش عارف يبقى زوج على مختلط فيها بعض السمات السلبية عنده على أنه هو مش عارف الأدوار وممسؤوليات فبيضطر ياخد كل الكلام ده من والده والدته فأنا مش هقدر أقولك أنه هو شخص الشخص أنا طبعا ما بحب أنا للأسف يعني بعتبر مصطلح ابن أمه ده مصطلح ما يصحش عيب لأنه كنا أنا ابن أمه لكن أنا بحب مصطلح شخص اعتمادي اعتمادا سلبيا فإذا كان هو اعتمادي اعتمادا سلبيا على والده أو والدته ده مش هنقدر نعرفه دلوقتي لأنه هو في أغلب الأحيان في أسانة أقول جواز لما يكون الناس مش مؤهلين للجواز بيضطروا يعملوا إيه بيبقى أقرب الناس عشان يعرفوا إزاي يتصرفوا منهم هو الأب والأم وهو ساعات بيروح لأمه لأنه هو بيتعامل مع امرأة مش بيروح لأمه لأنه هو بيعتمد عليها فأنا مش هقدر أقولك ولا أتعامل معاه لأنه اعتمادي إلا إذا أعتمادي فنصحتي أول حاجة نتكلم في تركه المخدرات تاني حاجة نتكلم إنه هو ما فيش حاجة اسمها ضرب تالت حاجة نتكلم نقول بقى إيه الخطوط إنتوا محتاجين تحددوا تالت حاجات إيه يا الخطوط الحمرة وإيه التفطيرات بتاعتكم وإيه الأصول اللي هيتبني على البيت ده لازم أي حد يدخل كوسيط للإصلاح بينكم يعمل الكلام ده فلازم يبقى فيه وسطة خلاص إنتوا بدل إنت روح تبيت والدتك أو بيت والدك إنت خلاص محتاجة وسيط يتدخل فأهم حاجة إنه لازم يتدخل وسيط عشان يقرب وجهات النظر أنا قلت لحديك شوية حاجات تتعلق بالحالة اللي أنت فيها دي لكن مش أقدر أقولك تعملي حاجة لأن أنت لما تعملي حاجة هو هيقراها إزاي دي مش هتنفع فلازم يتدخل وسيط عشان أنت اللي هتفعليه ده واتم يتقريش غلط ترجمة نانسي قنقر